اشتركوا في القناة احفر يا استه! استه السابق! استه السابق! استه السابق! استه السابق! ايه؟ جيت عاياتي اه؟ مندمت على العاملة اللي عملتها؟ والله اللي يشوفك تصعب عليها بس اقولك شاطرة هي لعبة خايبة بس جريئة وممكن تبهوز لسمعتي شوية بس اللي مستغربه انها ما تطلعش منك لانه عارف كويس اكيد من زين ولما نختك منال ما انت حواليك شياطين بس عايز اقولك على حاجة زي ما الفضيحة دي انتشرت في يوم وليلة انا همحيها تلاحظة الفضيحة دي شكلها طلتنا انا كمان عد ما كل الناس عارفوا انه اما جاية فيه في رقاصة طلت كلام على مين ابوك ومين كان مصحبا في الفترة دي عارف مين تلعبك يا صامر حاجة غالب ساوال افوه اتري ان اطلعنا اخوتي يا صوبر اتري بعضنا عن بعضك ان رحموا تكتروا بنا كان بيحبنا اخوات اقب علش يعني هو الموضوع يرحك بجد يا رحال رحال اللي مفطمك على موضوع زي ده قولوا ان ده هندي اوي حتى الهنود بطالة يعملوا كده فوقي فوقي شوية يا صابر البلد كلها بتقول نفس الكلام اللي طلع الخبر ده ما كانش عارف ان النار هتطوله وتحرقنا كلنا بصوا يا جماعة اكيد في حاجة غلط احنا لازم نوصل للست دي وتقول لنا الحقيقة التليفون اللي دي تقولي مقفول والعنوان غلط طريقتك في الشر مفضوحة قوي يا رحاب ومدخلش على عائل صغير انا منكرش اليوم اللي سبتك فيه كان قلبي موجوع اكتر منك وكنت نجمان عليك بس دلوقتي بحمد ربنا ان ما اعانيش في واحدة زيك بتطبخ الشر مع اكتر حد بيكراهني وعايز ايزيني صابر استنى يا صابر عاجبك اللي وصلتينا لي ده فضحتينا خليتي كل الناس تلسن علينا وعلى بوك الله يرحمه اللي محدش كان يقدر يجيب صرته بكلمة وحشة وكل ده ليه؟ عشان تنتقمي منسي صابر اللي سابك؟ اهو الفضيحة بقتلي الكل انتي بتتكلمي بتقولي ايه؟ الست دي جات لي المحل وسألت عنه انا قزقيت الحكاية علشان افضحه واجرسه بس مش انا اللي اخترقتها هتفضلي عيالة صغيرة اي حاجة بتجي في دماغها بتعملها على طول من غير ما تعمل حساب لأي حد وفي الآخر يجي يا ابوك اللي فضحتي يعملك كبيرة علي ويكتبلك ورثي طالبا هدا ليش شغل بالك الورث والبس شو ممكن الستي دي تبقى بتكتب؟ اه 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 السي سامير ابو المجد انا مقصدتش والله من اللي بيجي لصبر كان معاول اسنان اللي اسموم عمر وعمات دول انت عادتك هنا زي قلاتها انا عايزك تصح للمهمة اللي انت جاية عشان تنفذي هي عاد عشان بعد كده ما ترجعيش تعيعتين يعني أعمل إيه باشا؟ أنا مفيش حدي بيدخل الفيلا غير لما بيكون جيبا لك قراره حقيقة كانت عنده بتعمل إيه؟ بيوضل وحدهم وبيبط صوتهم مش بس مع حاجة شفتيش معهم أي أوراق أوود أي حاجزة كده؟ لأ، بتدخل فضيع وبتخرج فضيع أنا عايزك تفتح عين الكويس، ترقب صادر أي خطوة يخطيها تبلغيني بيها حتى قبل ما يخطيها، فهمها؟ حاضر يلا روح مع السلامة يا سمربي شكله ما طلاش مالعوب من حد وريني كده لقيت إيه؟ يعني الموضوع تلعب جد؟ هي دي فيفي الميقول عليها؟ على حسب وصف الناس هي دي فيفي مش عارفة كان غايب عنينا فيه؟ منال؟ منال؟ يعني مش أنت اللي وراء الليلة دي؟ وأنا هكسب إيه بقى يا حبيبتي؟ إن صابر يطلع أخويا، ها؟ ياللي بتفهميها وهي طايرة بقولك إيه؟ إحنا لازم نروح للمحامي وبسرعة عشان يقول لنا نطلع من الحفرة دي إزاي؟ موسيقى تعالي يا سهي، تعالي إيه؟ مش عاجبك القوضة؟ والله إلا عاجباني ولا مش عاجباني هم كده كده يومين هروح بيت جوزي أخوكي الحمدلله على السلامة يا زين، عملت إيه؟ قالك هنتجوز إمتى؟ قصدي مش هتتم وشيله وده من دماغي خالص أنا قلتلك من الأول اللي وده كهين وإنت مصدقتنيش يعني إيه مش فهم؟ أنت روحت وقلتونك مش موافق صح؟ لا يا سيدي، روحتلو لحد البيت وقلتلو إن أنا موافق هو قال لي مش موافق اللي وده عايز يكسر لي وهزلني آه، أنا كده فهمت يبقى رحب قايت لك تبوز الجوازة؟ وطبعاً أنت مش بلاحة من الأول يعني أنتو اللي تنين هتقفوا قدام أكتر حاجات فرح في إيه يا سهيلة مالك، ما تطلعيني من دماغك بقى أنا لا قلت ولا اتنايلي بقولك يا زين، والله العظيم لما مستش الموضوع ده أنا ههولعلك بنفس انت مجنولة يا بيت، بقولك قال لي مش عايزي مش موافق عمرو تفهميش مش قدام؟ وانت أليلت الرباية ما تصلي على النبي يا زين ما ينفعش كده الله؟ بس إيه يا رحام، امشي دلوقتي امشي الله أصلي حال وحالك، أنا أعرف إزايا ربيها، امشي بقولك يا زين، والله اللي عاديد لما جوزتاني صبر، هموت نفسي ما تبوثي ولا هتتحرق بجزحة؟ النهاردة ما فيش خروج من البيت، فهمة ولا لا؟ فهمة ولا لا؟ تبتعمل ايه؟ يا زين، زين متحضاء، يا زين افتغل الباب يا زين، افتغل الباب يا زين، افتغل الباب يا الله نعمل وحالك، في أي حد يقول كلمة علامة تصلي على النبي، يقولك يا باشيخ سلام وأنا اللي أمي بقاصة ولا إيه؟ اخرس مات بس يا ابن انت وهو، اتقل لا، وشوف رايحين فينه، يلا يا شيخ سلام ما لك، ما حصلش حاجة لده كله يعني يلا يا ابن، ما لناش نصيب النهاردة نسهر مع فوف غوره في شتين دهية، غور مش يا دي انت وهو، ممشي، ولا لك التربية فعلا ليش يا سلام؟ شايفك مستغرب ما تستغربش من حاجة هي ناس كلها كده، ما بيصدقوا يلاقوا سيرة فتحة، يعودوا وغنوا فيها ليل ونهار تخلص السيرة دي، يفتحوا في سيرة تانية ما حصلتش الناس مع شتين يتبني وعي سكت أنا، أنا مش تعبني لكلام الناس تمالك وما الكلام الناس يا سلام ما ليكلم يكلم زكاة الست فيه في تطلع ومصابر ولا ما تطلعش ومصابر ملناش دعم المهم انت يا سلام انت اللي ربيت وكبرت والخير اللي انت زرعته جوه صابر هو ده اللي هيعود لك من فضيحة، من فضيحة اللي قمنا عن منها مش كفاية قالوا عليه ابن طريق هو ناقص لا إله إلا الله طب الناس دي بقى إحنا هنسكتها إزاي؟ أنا رأيك الناس ما بتسكتش ما بيصدقوا يسمعوا أي إشاعة ويلوك لك فيها على طول لأن انت متفق مع كلامك طيب بقولك يا سلام مش يمكن يعني يمكن الست اللي اسمها فيفة دي تبقى أولهم صابر فعلا؟ أنا أنا قلت يعني أستفهم منك يعني بس الاسم غالب ده كان بيصاحب كل شوية واحنا شمعنا بقى جوم عندي فيفة دي وقالوا عليهم صابر يا رأي يا رأي يا رأي ايه؟ اسكروا محاس من موتاكم يا أشي معاك حق أنا غلطان الله يرحمك يا غالب الله يرحمك يا غالب الله يرحمك يا غالب يا رأي زحلا،ي الله شهالي ايه، ايه؟ مش هو قالك ما تدخليش عليها؟ يقول لي اللي يقولوا البيت في بيتنا ومسكتش لئو ما من نبارح تعال يا زهرة يا أنمي يا عمي يا صحيلا يا عمي يا صحيلا لا ألهひو رسول اللي عمي صف الده صحي ليه ملي يا خبر يذهب لي البيت ما أوزلت تفسها أجري بسرعة أجري وشوفي زين فيلم بسرعة يا لهو تعالش ليه معي إحنا لازم ناخد على المستشفى يا لهو رأمي يا عمي تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو